السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على احلى واجمل اخوات في الدنيا هنعمل مع بعض النهاردة الارئيش الفلاحي الاصلية بطريقة زمان بطريقة امي وامك وستي وستك بتاعت زمان اللي طبعا ما يحلش فطار يومي ليد من غير شوية ارئيش كده وجنبها كوباية شاي بلبن هنعملها مع بعض النهاردة بكل خطوطة من الالف للياء وسر التسوية وسر اللون كمان وكمان هنشكلها مع بعض وطبعا تحت اشراف الناردة تحت اشراف حميتي هي طبعا اللي هتحط لنا المقادير كلها من الالف للياء احنا بس هنشارك معاكم الوصفة وهقول لكم المقادير اللي هنحطها وطبعا ان شاء الله هسيب لكم مقادير الكيلو في صندوق الوصف اول حاجة معي تضيق هنا ونخلينه طبعا كويس جدا دي ابيض فاخر متعدد الاستخدامات حطينا عليهم كده الباكينج بودر وطبعا بنضيف روايحنا هنا بنضيف ريحة الموز بتيجي عادي جدا من عند العطار لو مش حابة ان انتضي فيها ممكن تستغني عنها وتستكفي بالسمسم بس اللي هنحطه وطبعا هنحط السمسم بتاعنا سمسم محمص بيدي ريحة حلوة قوي قوي للاريش وطبعا هنحط المادة الدهنية بتاعتنا وجيها برعا سمنا بلدي طبعا ومحطوط عليها زيت لان القرقش بتبقى مقرمشة شوية ما بتبقاش نعمة قوي زي الكحك وهبدأ بقى اقلب لان طبعا السمنا سايحة قدحة معي جامد ومغلية طبعا الدنيا سخنة قوي قوي فيها فهنقلب بالروحة كده بس الحادم الدقي يبدأ يبردها شوية وطبعا ضيفنا شوية كمان علشان ما تبقاش خشنة قوي تبقى يعني فيها النعومة شوية وهنبدأ بقى نقلب فيها بأي معلقة كده وبعد كده بقي ديكي وبدأي بسي العجين بقى بسي دي في السمنا طبعا طريقة البس بتمسكي الدقي كده وتفضلي تقلبيه وعلى ايدي كده على كف ايدك وتفضلي تقلبي فيه تقلبي فيه لحادم كل الدقي اللي معاني هنا يتغلف بالمادة الدهنية كويس قوي اهم حاجة واهم مرحلة هي مرحلة بس العجين وبس الدقي طبعا علشان في الاخر ما يقلبش مننا قرص ما يقلبش مننا مع الجنات طريقة فعلشان تبقى ناشفة وحلوة كده ومقرمشها بفي الاخر فلازم خذي بقى وقتك وخذي راحتك جدا جدا في المرحلة دي اللي احنا بنبس فيها الدقي لازم نغلف الدقي كله بكمية السمنة اللي معانا علشان نبقى عارفين لو لسه في دي ابيض كده وهي محتاجة نسبة من المادة الدهنية نقدر نزودها بالراحة كده واحدة واحدة وتأكدي ان ما فيش اي دقي نهائي باقي معك طبعا الارايش من احلى واجمل الحاجات اللي ممكن نعملها حلوة قوي قوي في فطار يوم من عيد كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب العالمين وطبعا الارايش بتتميز ان هي مش بتبقى نعمة نعمية الكحك فيه ناس بتحبها نعمة بس طبعا نعميتها ما بتوصلش لنعمية الكحك لازم الارايش تبقى خشنة معانا شوية تبقى نقصة شوية من المادة الدهنية طبعا علشان تستحمل ان احنا تعد معانا فترة وكمان تستحمل السقسقة في كوباية الشاي بلبن ما تحطاش في كوباية كده وتبوش وتدوب منك وفي الاخر ما تلاقيهاش فلازم تبقى نشفة شوية كده خشنة شوية يعني ومسكة نفسها طبعا لسه فيه شوية سامنا كده من تحت فرهاب دقايق اقلب كده بقى من تحت ومن فوق كده لحد ما بس كل الكمية وطبعا المرحلة دي الوقت بتاحها بيختلف في الكمية اللي قدامي فطبعا لو قدامك كيل واحد منت دي فبتبقى العملية سهلة شوية وما بتاخدش وقت خالص لكن طبعا لو فيه كمية حلوة زي اللي قدامي كده اللهم بارك يا رب فبتاخد مني وقت كبير شوية فبقى الراحة كده بقى واحدة واحدة وبرحتك وعيشي وعيشي أنا معاك طبعا شايفين البس بيبقى ازاي شايفين باخد شوية على ادية كده وبالايد التانية وببدأ افرقهم كده في بعض خلاص كده انا بسيت كل كمية اللي قدامي زي ما انت شايفة كده اهو حتى اللون بتاعها اختلف خالص ما بقاش لونه ابيض زي الاول وبقى لونه كده لونه زي البيج الفاتح كده او الافويت بعمل بقى بوسع حفرة كده في النص ولو لقيت اي شوية من الضيق كده برضو بقلبهم معايا وببدأ انزل بقى بالمواد السيلة بتاتي اهنا هنعجل النار ده بحليب على مية عاوزة تعجين بمية بس اوكي وعاوزة تعجين بحليب اوكي بس طبعا لما بنحط عليه شوية مية كده بنادي نشوفية شوية في القرقش بتاعنا وبنديله خفية وبيبقى حاجة كده اللهم صلى على النبي دي كانت نص كباية من المية على جنب كده مدوبين فيها السكر ومدوبين فيها قطع من الخميرة انا حطي هنا خميرة بلدي عادي جدا خميرة بيرة تقدر انت تستعملي خميرة فورية وحنبدأ بقى بالروحة كده ونقلب العجين في المواد السيلة ونبدأ ناجن العجينة بتاعتنا عجينة القرقش عاجي جدا بتتعجن معنا لحد العجينة ما تبقى نعمة بس طبعا من عودش نلت نلت جامد فيها كده علشان ما تربيش عرق معنا في الاخر بنعجنها كده عجنة كويسة جدا ولازم العجينة تبقى في الاخر نعمة معنا ابدأ بقى اقلب كده وبرحتي خالص علشان اخلص الكمية اللي قدمي وايه اعجن فيها عندك عجين خير وبركة وهيغنيك عن اللي احنا بيدك كله ومعنديكش عجين فاستعملي ايديكي واستعمل عضلاتك وربنا معيك قلب يبقى كده بالروحة وطبعا اول ما بنحط المواد السيلة حتى زي ما انت شايف كده بتلاقي العجينة تريت معاكي جدا حتى هي ما مسكة في ايدي بس بالروحة كده واحدة واحدة وهنلاقي العجينة تشربت كل المواد السيلة اللي هي قدامنا دي مش هتلاقيها طريقة خالص خالص زي ما انت شايفها زي ما انت شايف اهي العجينة نشفت معي ايه وحتى ايدي تسلكت منها خالص اي ما بقاش فيها عجينة مسكة في ايدي بس برضو لسه عاوزة عجن شوية كمان ضفنها شوية مية كمان لان العجينة كانت محتاجة شوية مية وهكمل بقى عجن فيها ونبدل بقى ان العجين فيها ونلم فيها كده لحاية ما تنعم معاكي خالص لو هتعجيني بمية خالص ويهي محتاجة ان العجينة تبقى فيها نسبة دسامة شوية او عاوزة تعززي الطعم فيها شوية تقداري تحطي معلقتين من اللبن البودر بدل ما تحطي اللبن بس لما تعجينيها بحليب كده مع مية بتفرق جدا معيكي في الهشاشة وفي الخفية بتاعتها وفي الطعم وفي اللون بتبقى كده حاجة اللهم بارك يا رب اللهم صلى على النبي حلم بقى العجينة بتاعتي كده بدأت تتلمي معي اهي ستانى بس اتعدل بس يا جماعة ودي العجينة بتاعتي خلاص اهي خلصت وزي ما انت شايفة العجينة نعمت وبقت زي الفل اللهم صلى على النبي حاجة كده بسم الله ما شاء الله همسك بقى المهرة بعضها كده وزبطها كده حبيب قلبي الحلوين الوصل معي لحد هنا ولسا ما خطيتش لايك فضلا منك لايك واشل الفيديو ودي بقى خلاص خلصنا العجينة بتاع ايدنا هنغطيها بقى شايفين نعمة نعمة حلوة قوي قوي هي مش نعمة مية في المية لان طبعا هي لسا معجونة فهنسيبها بقى ترتاح شوية هتلاقي العجينة نعمت معيكي تماما وخلاص بعد العجينة ما ريحت خالص اهو هنبدأ بقى نشكل فيها بناخد قطعة كده وبنفردها زي الحبل كده زي ما كانوا بيقولوا يعني زمان بنفتل الكحك ونقفلها على بعضها كده من الطرفين ونبدأ نرسها في السجون بتاعتنا ودي طبعا حماتي اللي شغالة هي ربنا يديها الصحة والعافية يا رب ويدي قربتلكم اهو علشان نشوفها من قريب وتشوفوا شكلها من ازاي بنبدأ ان الفاء زي الحبل كده بس الاطراف بتاعتها بتكون رفية علشان الطرفين يمسكوا على بعض ويقفلوا على بعض ودي واحدة كمان اهو علشان حبيبي الحلوين ميزعلوش وقفلناها على بعضها اهي ودي شكلهم اهو بعد ما اترسوا في السجون بتاعنا بنرسوم جنب بعض كده واحدة واحدة وما تخفيش ما بتلزقش في بعضها ولا اي حاجة بندخلها بقى على فرن مسخن مسبقا على اقل درجة حرارة من فوق ومن تحت وبنسيبها بقى لحادي ما تاخد لون احمر من فوق ومن تحت علشان كمان تنشف معانا وما يبقاش قلبها طري ودي الشكل التاني اهو اللي هو الشكل بتاع السوابع بنبرومها حبل طويل خلص كده وبنبدأ بقى نبطط عليها كده ونسويها بسمك حوالي واحد سنتي كده وبنبدأ بقى بالسكينة ونبدأ نقطعها سوابع زي ما انت شايفة كده بالضبط السوابع على قد زي ما انت عاوزها عاوزها عريضة عاوزها طويلة الحجم اللي يعجبك والطول اللي يعجبك برضو بتقدر تعملي بس طبعا كل ما كانت سوابعنا شوية قصيرة شوية بتدي شكل حلو في الاخر اهو كمان ما بتتتخضرش من هنا في الاخر ولا تتقصر مننا وهي دي شكلها من القريب شايفين حجم الصبا وعمل ازاي وصير كده وصغنن ورفرنوها كده وامور خالص زي ما انت شايف قطعناها بقى كلها هي وبردو بناخدها بنبصها في السجان بتاعتنا اهيه وبردو بندخلها الفرن على الاقل لدرجة حرارة وطبعا الفرن كده كده شغال معنا ومتسخن من قبلها وبنقفل عليها بقى ومنسيبها لحاد ميت احمر بتاخد في الفرن الغاز ده قد ايه بتاخد حوالي من 15 ل 20 دقيقة السوق لكن لو حتحطيها في فرن البوتاجاز بترفعيها على الشبكة وما بتقيديش النار من فوق بتقيدي من تحت بس وبتقعد حوالي من 20 ل 25 دقيقة لحد ما تطلع باللون الامر اللي انت شايف هذا والدري دering بديش ايضا بالمكر يا حاحزين شوهر za اسطح كده دوتا اتمنى ان الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبك وننسخ بحلقة من قلبكم وكل سنة وانتو بالف خير ولو اعقبكم الفيديو وتنسيش في لايك وشير واستوداكم الله الليزي لا تضيع ودعاو وفي رعاية الله وحفظه مع الف سلامة باي باي